البيضاء أكثر المحافظات الواقعة تحت صدوة الحوثية تعيش وطأة الحرب والحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية حيث تتواصل الانتهاكات ضد أبناء المحافظة قصفا وقنصا وتفخيخا واختطافا ونهبا فتضاعف معاناتها الإنسانية بالغة الوجع دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والأعراف المجتمعية لدى أبناء القبائل تقرير حقوقي كشف عن آلاف الجرائب والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق أهالي محافظة البيضاء منذ مطلع العام 2015 وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها سجلت 7742 وقاعة انتهاكات وتضررا بشريا وماديا تعرض لها المدنيون والممتلكات العامة والخاصة في البيضاء خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو من العام الجاري السطط والحصار الخوثي المفروض على محافظة البيضاء خلفت كارثة إنسانية وتسببت بحدوث مئاس وأزمات عديدة في مختلف جوانب ومجالات الحياة حيث أزهقت الميليشيا أرواح مئات المدنيين وعطلت عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحولت الحياة إلى معاناة يومية مستمرة في ظل نقص حد في الاحتياجات الرئيسية وخلفت أزمات في المياه والتعليم والكهرباء والتنقل ومنذ دخولها البيضاء بقوة السلاح فشلت الميليشيات الحوثية في إسقاطها عسكريا رغم القوة التسليحية التي تحاول اقتحام المدينة فعمدت لممارسة أبشع الانتهاكات ضدها ضمن مساعيها الفاشلة لإخضائها ومعاقبتها وكان من بين هذه المحاولات قتل وتصفية المشايخ ومداهمة منطقة خبز وتفجير منازلها ثم محاصرة قرية صرار وغيرها من المحاولات الحوثية الفاشلة لترهيب المدنيين والتنكيل بالنساء والأطفال